نفى الجهاز الفني للمنتخب الوطني ما تردد عن إبداء عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الأسطوري الغضب لخروجه من حسابات المدير الفني لمباراة البرتغال الودية الأخيرة كدت مصادر بالمنتخب أن الحضري يعد من أكثر لعبي المنتخب التزاماً ولم يعترض على عدم الدفع به أمام البرتغال خاصة أنه يعلم جيداً أن هذا الأمر غير مقبول من أي لاعب في وجود الجهاز الفني الحالي بقيادة هيكتور كوبر كان الجهاز الفني قد استبعد الحضري من مباراة البرتغال لصالح محمد الشناوي الذي شارك أساسياً طوال المباراة وجلس أحمد الشناوي احتياطياً